بسم الله الرحمن الرحيم وَقَضَبُكَ أَنَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِي الْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا عقوق الوالدين إلى آثار في الحياة قبل الآخرة قبل الآخرة تظهر آثار العقوق في الدنيا قبل الآخرة اللي يعق والدي ما يتوفق بالحياة صدقوني جبوا لي واحد عاق بوالديه وتوفق في حياته ما فيه وإلها نتائج مدمر أحكي لكم هالقصة يا أخوان صلوا على محمد وآله محمد الله صلوا على محمد وآله محمد واحد من الخطباء في إيران يقول يوم من الأيام أنا رحت زرة عالم من العلماء زرته سلمت عليه عالم كبير يقول كنت جالس عنده لما التفت إلي العالم قال لي شوف أنا عندي موعد حابب أروح أزور مريض مريض شاب مصاب بالسرطان حابب أروح أزوره تجي معي هذا الخطيب يقول أنا احتراما للعالم وسعيا للثواب قلت له نعم نعم أنا ما أمنعك من مواعيدك تفضل أجي معك قال لي امشي معي فخرجت أنا وهذا العالم الجليل وتوجهنا إلى دار شخص شاب بالثلاثينات من عمره مصاب والعياذ بالله بمرض السرطان تومر صار في مخه في دماغه والأطباء قال لي له ما عندك إلا أيام فقط دخلنا على هذا الشاب جلسنا عنده قرينا له دعاء يقول لما كنا جالسين عند هذا الشاب وإذا بالشاب صار يبكي يبكي فأحنا تألمنا لهذا الشاب وتصورنا أنه يبكي لقرب حلول أجله الأطباء قال لي له بعد شهر تموت فأحنا تأثرنا لهذا الشاب أنا والعالم تأثرنا لهذا الشاب المصاب بالسرطان اللي لأطباء يسوق قال له لهذا المرض خلاص ما تنجوا منه رجعوا على البيت ما في أمل توقف العلاج يقول هذا الشاب صار يبكي بعد شوية هدأت فورة بكائه فقلنا له ليش عم تبكي قال أنا ما عم أبكي لأني وأنا رحت أموت بعد شهر أو شهر أنا عارف حالي رحت أموت هذا ليس سبب بكائي قلنا له ليش تبكي قال أبكي لأنه أبوي قبل فترة قبل سنوات توفي وقبل أن يموت أصيب بمرض وانا كنت في العاصمة في طهران أشتغل موظف ومضى على مرض أبي ثلاثة أشهر وأنا ما رحت زرت والدي إلى أن يوم من الأيام بعد مرور ثلاثة أشهر على مرض أبي الشاب عم يحكي الشاب اللي دا يموت يقول بعد ثلاثة أشهر قررت أن أذهب أزور أبي المريض الشاب يقول بس دخلت على أبوي وشافني والدي صار يبكي قلت لابي ليش عم تبكي قال ابني حبيبي أنا صار لي ثلاثة أشهر مريض أنت ما سألت عني ما رق قلبك لأبيك ما أنا مريض وانت ابني الوحيد ما فكرت جذسل عني صار لي ثلاثة أشهر أنا مريض دايم في هذا السرير وانت ما سألت عني يا ولدي يقول هذا الشاب فأنا قلت لأبي قلت بابا ما أنا مشغول انت ما تعرف أنا مشغول قال لي حبيبي اعتبرني واحدة من مشاغلك مشغول اعتبرني واحدة من مشاغلك عندك خمسين شغلة خليني واحدة من هالشغلات ليش ما تعتبرني واحدة من شغلاتك مرتك مهمة وأخت مرتك مهمة وأهل مرتك مهمين بالنسبة إلك والبزنس مهم وأصدقائك مهم والأرقيلة مهمة وشد الورق مهمة والمسلسلات مهمة بس لما يجي الدور لأمك وأبيك تقول ما عندي وقت فوالدي قال لي بابا اعتبرني كنت تعتبرني واحدة من مشاغلك ما قدرت تعتبرني واحدة من مشاغلك فقلت لأبي معلش يلا بابا سامحني سامحني هلأ شو بدي أعمل جلست عند أبي المريض شوي بعد ساعات قمت قل لي باي وين رايح قلت لي راجع على طهران عندي شغل أنا ما فيني أبقى هون فخرجت من الغرفة من عند أبي والدموع والدي تنهمر على خد وبعد أسبوع توفي أبي الشاب يقول أنا الآن كلما أذكر منظر أبي وتقصيري تجاه والدي وبكاء لما شافني قلبي يحترق فأصير أبكي أصير أبكي انتبهوا يا أخوان انتبهوا انتبهوا جدا هذا العالم الخطيب اللي رايح زايرة يقول أنا لما سمعت هالكلام سرت القشعريرة في جسمي قلت الله أكبر الله أكبر الله أكبر العالم اللي جاي معي قال لي شو أشبك شو صار فيك قلت له خلي سيدنا خل نطلع برا أحكي لك شو صار فيه اسمح لي دقائق خل نطلع برا من هذا الشاب ما بدي أحكي قدام هذا الشاب خلينا نطلع من هون لا أحكي لك شو صار فيه قمنا قمنا أنا والعالم طلعنا برا قال لي العالم شو شبك شو صار فيك قلت له سيدنا لما هذا الشاب حكالي هاي قصة أبوه وعرفت أن مع سرطان تذكرت حديثا لرسول الله اسمعوا يا أخوان اسمعوا يا شباب اسمعوا أنتم اللي عندكم أباء وأمهات اسمعوا يقول تذكرت حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شنو الحديث الحديث يقول من آدى أبويه أصيب بداء لا دواء له هذا أصيب بالسرطان ما الأحلام اعرفوا قدر آباءكم أعزائي اعرفوا قدر أمهاتكم تشوف أمك انحني بوس إيدها تشوف أبوك انحني بوس إيدها تمشي مع أبوك ما تتقدم عليه امشي وراه لما تشوف أبوك بده يلبس حذاء اتشرف وأقول اتشرف انحني انزل إلى الأرض ولبس أبوك حذاء مثل ما تلبس ابنك الصغير حذاء وهذا الشرف وفخر إلك ولما تشوف أبوك بده يطلع يروح على مشوار على المريض على الحكيم ما تقول لبابا والله أنا اليوم مشغول أنا مشغول بالدوام اترك الدوام ولما أمك المسكينة بدها تروح عند الحكيم ما تقول لها والله أنا اليوم عندي سهرة مع أصحابي أنا اليوم عندي شغلة أنا بدي أخذ مرتي لا ترك شغلك ترك شغلك روح وصلها لأمك عند الحكيم مو هي تطلب منك مو هي تطلب منك انت عرض حالك انت انت تجي تقول لوالدك قلها أمي شو بدك شو المطلوب شو المطلوب أنا حاضر ما تخلي والديك يطلبون منك انت بادرهما بالسؤال انت روح قول يا بي يا حبيبي يا تاج راسي شو المطلوب شو بدك مني أنا أنا خادم عندك تتشرف تكون خادم عند أبوك تتشرف تكون خادم عند أمك تتشرف كان واحد يحكي قصة يقول أنا تخرجت من الجامعة بالبلاد مش هون يقول درست في بريطانيا أنا وزميلي رجعنا إلى البلاد يقول هذا الزميلي كل ما يطلع مع والدته ومرته يطلعون مشوار عند ناس يقول ما يفوت مع أمه وما يطلع معها يتأخر يوم من الأيام قلت ليش انت هيك تعمل قال مو أمي مش متعلمة استحي لما الناس يشوفوها هذه مرة أمية تستحي ها هذا البطن اللي جابك هذا البطن اللي حملك تسعة أشهر انت كنت في بطنها عرضت حياتها للآلام وللمخاطر وشافت الموت بعينها قبل لا تجيبك يا قليل الرحمة والرأفة تسعة أشهر من الآلام وليش هي تخلاص ما تخلاص بس جابتك كل يوم كنت تعفن حالك بحفاظتك هي المسكينة تقوم بتروح تبدلك وتريد أكل هي تروح وتستيقظ في الليل وتصير تبكي ويرتفع صياحك تقوم بعدك صوتك ما طالع هي تقوم تلحق عليك تعطيك الحليب وتنيمك وتحطك إلى جانبها اليوم تذكرت أنها أمية ما رايحة على الجامعة ها ترجمة نانسي قنقر